اخوتي اخواتي السلام عليكم انتمنى تكونوا بخير ويرزقكم ربي الفضل والتسير هو الرزاق الكثير مرحبا بكم معنا في قصة جديدة بلا ما نطول عليكم اندخلوا مباشرة في سر تفاصيل جريمة اليوم هذا القضية قدي دينا بالماسر ولكن رأيها قصة هذا القصة عند واحد البنت اسمتها حمدية وقعت هذه القصة في عام 2010 حمدية كان في عمرها 17 عام كانت بنت باقة صغيرة ولكن كما نقوله طاحت في الحب الابكري تعجبت بواحد الولد صاحب خوتها ولا تتبغي هذا الولد اسمته حمادة وهو والعائلة دياله يسكنوا في نفس القرية اللي كانت تسكن فيها حمدية وبالزاف اللي كيدلوا هاد الحرفة كيتصاحب مع الولد على ودخته كانوا كيسكنوا بالضبط في محافظة المينيا حمدية وحمادة من اول نظرة تعجبوا بعضياته هي شفت فيها المواصفات ديال الراجل اللي كانت كتحنم بيه واحده هو عطارف لها باللي كان مؤجب بيها من قبل كان مؤجب بيها ودبره ولا كيبغيها من هاد اللحظة ولت حمدية وحمادة كيتلقى وغيبت خبيها وحتى واحد من عائلاتهم لم يساق الخبار لهذا الشيء كانوا كيتلقوا في نفس القرية اللي كيسكنوا فيها ومراض البال مزيان وحاضين باش ميشوفهم حتى شي واحده ولكن وخاع يوم يتخبعوا وخاع يوم يترطاهم اما على وقت تفضحوا وولت ذلك القرية كاملة عارفة بالعلاقة اللي بيناتهم هاد شيء يعني خليه وقع مشكل كبير ما بين حمادة واخوة حمدية حيث بطبيعة الحال كانوا صحابه وصحابه بزاف وهو من اللي كانوا كيجيبوه معهم حتى البطار يعني شفوا صاحبهم اغضرهم مع خطهم الصغيرة يعني بحله مدخلوا الليسانس حطوا حد العافية هاد حمده كانت الخدمة ديالو كيشارج الحجار ولياجور في الكاميونات يعني طالب معاشو حمال ظروفه المادية كانت صعيبة وصعيبة بزاف وخضروفه ممعوناش وظروف هاته هي كتر منه واعد حمدية بالزواج وفعلا بعد عامين وهو مع العلاقة مع بعضياتهم تقدم لها باش يتزوج بيها اشنا وقع احنا هو العائلة ديال حمدية من اللي قلسوا معه وعرفوا الظروف ديالو ارفضوه شفوا الحالة المادية ديالو امكحطة صعيبة ما يقدرش يتحمل المصارب ديال الزواج يعني ابقوا يكملوا شهرين بالسعي كاعدين يفتح دار ويكونوا أسرق ولكن حمدية وخاع الترفضوه أبقى تشادة فيه أعضى فيه بسنانة ما نفكاش مبغى تفرق مع نهائية زي ما حد شافت وراجة وقالها غادي نجي نخطبك جا خطبها ولكن عائدتها أرفضوه أبقى تحمدية مصطامر رفض العلاقة حتى هي زي ما مرجل لمال قلت ربما الوالدين مع الوقت يتناد معهم الحال ولا هو يتصلح حاله ولا كذا ولا كذا معرفنا الجايب الهيان كي تقولوا ربما يتراجعوا والدية لقرار ديالهم ويوافقوا على هذا الزواج أبقوا بجوج بيهم مستمرين على هذا الوضع كيتلاقوا بتخبية بخبعين ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى عيشوفهم واحد خينا كي يعرف بها مش عالم عائلتها بدك شي كامل اللي يشاف ودك شي اللي يشافوا فاية القياس وهذا الشي غادي يسبب صداعة كبير لدرجة ادابزوا معها عائلتها واضطروا باش يطرقوا عليها ويحبسوها في الطار منعوها باش تخرج نهائيا اعتمال الباب ما تخرج طبيعة الحال هادشي كامل اعلاش باش ما تطلقاش بحمادة باش ما تدلهم الشي فضيحة فهذا الوقت العائلة ديال حمادة والعائلة الحمدية أبجوش بيهم عارفين بلي ولادهم ما حبسوش هاد العلاقة وباقي نكت لكا واحدة العائلة ديالولد رامار دارش نوضوا مع والدهم وشكيل كبير قالوا له بعد من ذلك البنت وش ما عندك بنفس وش ما كترداش كيف هاش العائلة رفضاتك ونتعلى عصق وشكينها هي في الدنيا علش ما بغيش تفرق معها ولكن حمادة كان راسه قاسح ما كيتصنط كيدير غير في راسه حيث وخها هاد الهضرة كاملة اللي كان يقولوله وهذا السطع كامل اللي خلقوه معه وليدي وخها هكك بقى تمسك بالبنت تمسك بحمدية بقى مصرع العلاقة دياله معه يعني يقول بأنه كيبغيها وكيبغيها بالسرف قاوها كتل عام 2012 فهذا الوقت كانت حمدية كملة 19 عام هنا في عائلة ساقروا يزوجها بوحد خينا كي يجيها من العائلة السيد اسميته عالي كان مدة طويلة وهو خدم في الأردن ولكن مؤخرا جاتوا شي خدمة في مصر وقرر يرجع يستقر في بلاده يستقر يتزوج ويكون أسره وحيث علي كي يتزوج في الاختيار دياله لم يجد لي حتشي بنت حسن من حمدية للزواج بطبيعة الحال حمدية غيث مع تهات الخبار رفضت نهائيا هذا الزواج قلت ليهم ما عند زوج بحتشي واحد من غير حمدها وخحوا لتقنع واليديها لتراجعوا لهذا القرار ديالزواج ولكن هما كانوا متشبتين بقرارهم حيث في نظرهم البنت بقى صغيرة بقى مراهقة ما تتعرفش مصلحتها ما زال ما تتعرفش مبغى بالصح ما تتعرفش تحكم في تصرفاتها يعني احنا اللي عارفين مصلحت كابنتي ذاك الشي اللي بغيناه هو اللي عطبقه يعني الشخص اللي شافوا انه مناسب لها هو اللي غادي يزوجه به وهو علي دبا في نظرهم اللي من عائدهم ومن دمهم ولحمهم وكي يزربوا وضغية على هذا الزواج من اول زيارة الاول زيارة جاء فيها علي عندهم في نفس النهار بالضبط داروا الخطباء كبيروا الخواتهم وتتعرفوا على كل شي تتعرفوا على النهار اللي غادي يديروا فيها العارف حيث بجوج بهم خاصهم يجوجوا ضغية ضغية أقبل ما تدير لهم بنتهم شي فضيحق قبل ما تفضحهم قدام الناس في نهار العارف حامدة همشى عند حمدية حتى الصالون اللي كانت فيه اللي كانت قد فيه رأسها قال لها دبا أنا ما نقدر ندير تشي حاشا ما نقدر نغير والو ولكن كان وعدك واخا غادي تزوجي غدا نبقى معك تزوجتي وليما تزوجتي ما أمر نسمح فيك المهم من بعد ما تزوجت حمدية بعدين انتقلوا الدار دي له وهذا الدار كانت بعيدة على القرية فيك تكون عائلة حمدية وعائلة حمدية يعني في مدينة أخرى هذا الشي هو اللي يزاد فرحها كتار وكتار علش ما داركم فرحة أنا غادي نقول لكم علش حيث في النهار الثاني عند زواجهم حمدية لاحظت بالإحتاع لي ما مرتاح معها بحال إلى التهوغي ما تزن عليها هذا الزواج ولا ربما سمع شي تنقنق عليها مع العاشقتي على تربطها حتى شي علاقة مع هاد سيد هذا ما بغا حتى واحد يقرب منها من غير الشخص اللي كتبه اللي هو حمادة ولكن هاد شي ما غاديش يطول حيث من بعد أيام قليلة علي قرر أنه يأخذ حقوقه الشرعية بشكل طبيعي قرر أنه يتقرب من مراته فضل لحظة حمدية شفت راسها تحاصرت ما بقى قدامها حتى شي حل من غير توافق رها مراته ولكن النهار الثاني على الصبح غير يخرج عليه من الدار أمشت كالطيار عيطة الحمادة علماته بذلك شي كامل اللي وقع معها وطلبت منه بشي لقاليها شي حل خاصة حل بشي راجلها ما يعود شي قرب منها نهائيا مرة أخرى شنو حمادة غاديدير شنو هو الحل في نظاركم اختار عليها بشري الكينات ديالناس وفيما يجي يأكل فيما يجي تعشا تحطهم ليه في الماكلة وتحطهم الوطس في الماء قل ليها غير تشوفيه تخلط رأيها كله دياليها ديالناس في الماء وفي الماكلة راموا راها غادي تحدوده وغادي ناسه وهكا ما غاديش يقرب لك نهائيا مرة أخرى وفينا ذك شي اللي خطوه ووقع بالحرف قاد حمدي على هذا الوضع حتى دهز تلت شهور على زواجها وغير بش تعرفوا رأي علي ما كانش خدم في نفس المدينة اللي مستقرر فيها مع مراته ألا هو كان خدم في القاهرة كي يخدم عشرين يوم وكي ياخد كونجي خمسيام ستيام وهذا الخمسيام ستيام هي اللي كان يجلس فيها مع مراته ما اللي كيدوز ديك السيمانة قريبا مع مراته ويرجع مرة وقرار خدمته في القاهرة شنوق هو مع الوقت علي بدك يلاحظ باللي ديك خمسيام اللي كيدوز مع مراته وكيدوز كامل نعس ولكن قال مع رسول ما كيدتجمع عليها العياء كامل والإرهاق ديك العشرين يوم كيدتجمع عليها وكنجي للدار كنحس بالراحة وكالناس تكشير كيررع علي دك النعاس كامل كيررع العياء والخدمة وكذا وكذا ما كانش عارف بللي كل نهار كي ياخد كمية كبيرة من الكينا للناس والكاريتة الكبيرة اللي ما عارفه واصلا مع المرأة كانت عطا لها في البعض بالذيك الفترة كاملة اللي كان يخدم فيها هو في القاهرة يعني ديك العشرين يوم اللي كان يمش للقاهرة يكون حمادة حاضر الغيبة قادس في داره مع مراته السيد كان يعيش معها بحال يجوج مجوجين يعني بحال هو مجد لهم البلاسة فين ساكنين وفين عايش مجد المرس والعاشيق ديالها فين يسكن اللي مسهل عليهم هذا هو أن الدار ديال عليه كانت بعيدة على القرية اللي عايش فيها عائلته حمادة فاش كان يمش عند حمدية الدار حتى واحد من الجيل اللي من الناس اللي ساكن انتم مضايرا بها ما كان كيعرف عليه هتش حاجة في الورا كان كيسحاب ليهم باللي حمد هو رجل حمدية يعني الناس ما يدين ما جايب طبيعة الحال حيث كيشوف حمد اكتر ما كيشوف رجل لها علي ديال كيسحاب ليهم باللي هاد حمد هو رجل الحقيقي المهم بقى حمدية على هاد الوضح ابقى تحت الشهر الرابع من زواجها وهنا في نعلي غادي يصدمها ويقولها باللي غادي يحول خدمته من القاهرة المينية يلا غادي رجع للمينية نحن نخدم والقاهرة لا نقول لها فخطرة حمدية غاية سمعت هاد الخبار اضرب هاد ضو اللون ديال الوجه تبدل بحال لا هزيت مرة وحطيت اخر من من هذه اللحظة يبدأ عندهم المشاكل بالصح هيت تعالى في الثلث شهر لولا ديال الزواج كان يجلس معها خمس يام ويرجع صافر يعني في هذه المدة القصيرة كانت تعرف التصرف تعرف ما تدير له يعني الوقت ضغي يدوز تخلي هذه المدة كاملة ولكن لكي يجلس معها ديما معدها ما تدير معدها كيف تدير تهرب من حقوق والشرعية وهذا ما بغى شي إذن ما هو الحل ما عارفه لحد الساعة كيف ستتصرف ويتحل المشكل الحمد يام اللي قلست أنه فكرة مع رأسها مزيان ما لقيت حتى شي حل اللي يعني من راجلة هنا شنو دارت وش عنده وطلبت منه اطلاق قلت له طلق ني غراج لها رفض حمد قبل لم تزوج به كانت على علاقة بحمادة وذلك السيمن الأول لا أريد أن يقرب ها بحال لأن غضبان عليها أعرف بالمارت تبغي حمادة بزاف وذلك الشيء لشيء من البطلق أريد أن يعد بها مزيان لا أريد أن يسهل عليها الأمور عارف ها لا تطلقت من نوع بش عند حمادة وقال هذا حمد حمد عارف السبب الرئيسي الذي خلال رجلها انتقل من القاهرة المينية ويرجع بلاده حيث تصحاب وعود له على علاقت هي وحمادة يقول أنه مرت تخون مع شي واحد مشكلة رجلها وخاد شي كامل لحد الساعة لم يكن عارف المدة العشرين يوم التي يكون غايب فيها على داره يكون حمادة قلس لفضاره مع مراته على أساس أنه هو الزوج ديالها وجوج بهم واخذ راحته المهم من اللي عرف علي رجع بحال وغادي يستقر لفضاره بدأت الأفكار الشيطانية كالضور في العقل ديال الحمادة وديال الحمدية وسامع مزيان شنو يدير ورق زوف هذا شي لان قل لكم هيتبص هذا شي سيضر لكم في رأس بحال حمادة وحمدية تنفقوا لكي تنفقوا لكي تنفقوا كما يمشون لكي تنفقوا لكي تنفقوا لكي تنفقوا يبقوا تستعملوا نفس الكينات ودعوا له كمية كبيرة وعندما يدخل لبيته ودخلتك سنحس به نعس سنجي نعس لكي تنفقوا لا يستطيع قتل غدله يعني غير تاح وخد راحتك المقابل هو نواب أنه يبقى يجي عندها يوميا ودك شي لخطوله وطبقه بالحرف كان علم وليف يرجع للدار مع الخمسة للعجية يتغدى يدخل بيته يتفرش ويتكع ولكن مع الكينات التي كانت تعطي المرس يضع ضهر على النموس ويأتي الناس وما يفقتل غدله الصباح عندما توصل لك العسرة الليل يأتي عندها حمادة ويقلس معها في الدار واخد راحته وراجلها ناعس بيته حل لما وقع في الدار حتى شي يبقى هكي يحتر بعد الصباح يخرج حمادة من الدار عندما توصل للصباح حمدية يتفيق راجلها لكي ينضي خدمته عليف هذه مدة كاملة كان يحسب رأسه بصحته لم يكن تلع ديما مسخ صخ ديما عيان كيف يقم هلوك وما قد ينضي خدمته من بعد ما تحول من القاهرة واللساكن في بلاده مع مراته في المينيا رات قريبا مراها شي ربعات حمادة يأتي عند حمدية للدار يعني لم يكن يأتي يوميا لم يكن يأتي يوميا عندها شي ربعات ويأتي كاكتر النهار الخامس أرجع علي من خدمته بحل عادة هنا حمدية بحل عادة اضط اكل دار تلوك زيالة مع السبعة هذه الأشياء بالضبط دعني عس بيت غير وصلت العشرة للليل جاء عندها حمد للدار كما مول في ولكن اللي وقع أن مع الجرش علي عبدت كالطرب الفيقة فق من النحس وهذا ما لم يكن يضرب له الحساب في ذلك اللحظة حمدية وحمدية خافوا لعلي يشوفهم خافوا يدير عليهم شيء في ضيحة ثم يبدأ يغوط على الجير يعني يقتل شيء واحد فيهم يقتل هم بجوج ذلك اللحظة قررت حمدية تصرف ضغية يعني يزرب عليه تغدو به قبل ما تعش به وشهت بجوج بهم كيزير العلاج ذي الراجل احتى السيد خرج لهم الروح من اللحظة لهم هنا حمدية اعطت الحمادة الفلوس التي كانت في الدار والذهب اعطت التي الفونات التي كانت تنمى لكي تبهي للناس بل شيء عصابة دخلوا عليهم وسرقوهم وصفوها الراجل بقى حمادة كي تسنح توصل الفجر دكسا خرج من الدار وصلت الستادي الصبح حمدية اتصلت بالوست واختراج لها وعلماتها بهذا الشيء كامل الذي خطط له قلت لها هجمت لنا واحد لعصابة وصرقوا لنا قاعد ذهبوا الفلوس التي لدينا في الدار وليس غير هذا شيء رضا ربوحوا كراس وتعدوا عني أنا جنسيا دكسا سمعت هذه الخبار ومشت الجريعة عندهم للطهر ودت خلقوا هذا السبيطر ولكن الأسف أطب شفوا عليه قلوا لهم هذه السيدرة أصلا جبتهم ميت دكسا تصلوا بالبوليس وبلغوهم حيث تعرفوا أن الضحية تعرض لجريمة قتل لي متعادية ضروري خاص البوليس يحضر الشرطة المصرية مباشرة تفعلوا القاتل طبيعة الحال دكسا اللي قالت لوسطا في التليفون عودت البوليس بالحرف الحاجة الوحيدة اللي كان جديدة قلت ليهم باللعلي كانوا عندهم مشاكل مع ناس في القاهرة ويقدروا هم اللي يكونوا يتهجم علينا وحتفش كشفوا الجتة الأطباء ملقوا الشي آتار ديال العنف على الضحية من غير الآتار ديال الخنق بشي حبال ولا شي زيف للآتار كانت باين شي زروق على العنق دياله دياله نقل الجتة لطيب الشرع خاص هم يعرفوا الأسباب والملابسات ديال هات الجريمة هذه هنا الشرطة مباشرة أبدأ في التحقيقات وفي التحريات دياله وفجداله المعاينة على مصرح الجريمة يعني البلاصة اللي مات فيها يعني بيت الناس دياله وكتشفوا بللي ما كان يحتشي أطار ديال العنف في الدار ديال الضحية حيث لالباب ولا شراج من الدار رمكنوا ما قيوص نقاع باق كما هم يعني هالله صعب كده دخلوا عندهم الدار وتهجموا عليها هذه الأولى ثاني حاجة شافوا بالعدد ديال ديال تسرق من الدار أحمد قلت لهم بالتفصيل مشتلي هادي مشتلي هادي مشتلي هادي أي واحد كيتسرق يعني يعني يعطيش لك شي بالضبط يعني بحل شي واحد عزلهم بيته وعطاهم شي واحد ونقق يحسد معه تقولهم حاجة واحدة بوحدة احتفش فحصوها تأكدوا باللي فعلا تعرضت العلاقة حميمية ولكن ماشي بالزز منها كانت رضائية كانت علاقة بالرغبة علاقة مع وحد الولد اسميته حامدة عارفوا باللي الضحية فعلا عنده مشاكل مع ناس في القاهرة يعني كان عنده مشاكل مع ناس ولكن فحقه مع الناس الجو ما عندهم احتش في الجريمة هذه وعندهم تحجات الغياب يعني الوقت اللي وقعت في الجريمة كان في بلايس خرين هنا البوليس اعطاهم احتمال باللي ممكن قبل ما يتوفى يكون عاود الحمدية على المشاكل اللي عنده وهي استغلت هذه المعلومة في الخطة دياله زيما باشتبعت عليها الشوكوك فالوقيت بالضبط البوليس غيوصل لهم بلاغ باللي شي واحد رمش المحل ديال ذهب وباع وحد الخاتب اللي كانت حمدية اعطاتهم مواصفة دياله وقاتلهم بأنه تسرق منها هاد الشخص اشكل القوا القوا هو حمد النيت البوليس غيوصلوا لهذا المعلومة ديالك الساعة مشوا واعتقلوا داروا كمين مع الدعيب لان قالوا سير تال بعد واجه ارجع باش تخلص اعتقلوا ديالك الساعة حمدية من بعد مدة وهما يضغطوا عليها اعتقر فتبدأ شي كامل اللي دات وبالتفصيل تخيلوا معايا كانت الاخر لحظة كتدفع لحمد كتقول لبوليس هو ما دار وغاله هو ما دار تحج اللي دار تقول شي كتقول لي انا كان بغير بزاف وما بغير شي واحد يقول الي بان هو مجرم كانت تتقبح مع القاضي فاش دازل الحمد باش يحق مع السيل في كل شي بل اللي عنده دخل في هذه جريمة من بعد اش بدي يقول لهم انا ما عندي علاقة ب هذا شي كامل حمد هي اللي قتل دراج لها شوف هي كيف اجدفعت عليه هو كيف اش الصق في هذا شي قل لي هم النسالات عاد تصلت بي وعلمت ني لكن من اللي دار به وصل اخوهم زيان اعترف لي هم بدك شي كامل اللي دار لا هو ولا هي في المحاكمة ما حكم عليهم القاضي يبجوش بهم الاعداء يلا نشوف كم في الحلقة الجديدة انشاء الله وقبل ما نختم ضروري نسم لكم الدعوة ديال الخير اللي ولفنا الله يكتب لنا مكاتب الخير الله يخرج لنا من دار العيب اشتركوا في القناة